بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على شخص الأمين نحياكم الله في العنصر الثالث من عاصر هذه القناة عنصر العقل بوء كتاب كتاب اليوم فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة الإمام المجدد الإمام الغزالي عليه رحمة الله عز وجل الذي عاش في الفترة بين 450 إلى 504 هجرية كان هذا العصر مليء بالاطروحات الفكرية والنقاشات والصراعات المذهبية وإن صح التعبير الإمام الغزالي هو مؤلف كتاب إحياء علوم الدين وغيره من كتب التي بقيت حتى اليوم بعد مضي أكثر من 900 سنة على وفاتي رحمه الله كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة إذا أردت أن أختصره بكلمة بجملة واحدة أقول دعي الخلق للخالق دعي الخلق للخالق لا نحكم على البشر دعي الحكم على البشر الكتاب صغير جدا لكن فيه من المعاني والعمق الشيء الكثير مما يستوقف القارئ يعني هنا كل العداوة قد ترجى إما تتوها إلا عداوة من عداك عن حسد بدأ أحيانا أن الخلاف الذي يحصل بين فلان وفلان أو شيخ وشيخ أو شخصية وشخصية يكون أحيانا من حسد ولو شاء الله لجمعهم على الهدى هذه إرادة الله عدم اجتماع الناس كلهم على رأي واحد ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم موتا وحشرنا عليهم كل شيء خبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله هذه ما شئة الله فلابد أن يكون عندنا من اليقين بهذا الأمر الشيء الكثير أيضا لابد من طرح أسئلة كيف أعرف أن فلان أو أنا مؤمن أم غير مؤمن فهناك وضع معيارين رئيسيين المعيار الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله النقطة الثانية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذان المعياران هما اللذان يعني يقوم عليهما كل شيء وما سواهما لندع الخلاف فيه لندع الخلاف فيه سأعيد الواحد عندك متفسكين بيقول الله عز وجل لا إله إلا الله محمد رسول الله والتصديق في جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذان المعياران فقط بكل بساطة بكل سهولة لندع الخلقة للخالق أعود لندع الخلقة للخالق وأيضا التصديق إنما يتطرق إلى الخبر وحقيقته والاعتراف بوجود ما أخبر رسول صلى الله عليه وسلم عن وجوده إلا أن الوجود خمس مراتب هنا دخل شيئا في التركيز والعمق وليس بكلام سطحي أو أفقي وإنما كلام يسقطه إسقاطا عموديا إن صح التعبير واحد فإن الوجود ذاتي وحسي وخيالي وعقلي وشبهي فعن هذه النقاط الخمسة بهذا الترتيب الوجود الذاتي الحسي الخيالي العقلي الشبهي فهذه النقاط الخمسة فمن اعترف بوجوده ما أخبر رسول عن وجوده بوجه من هذه الوجود الخمسة فليس بمكذب على الإطلاق فلندع أعود وأكرم لندع الخلقة للخالق وكل من نزل قولا من أقوال الشريع على درجة من هذه الدرجات فهو من المصدقين ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة ولنتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن هذا الحديث رواه مسلم وأيضا يستطرد ويكمل فيما تكلم وليكن للبرهان بينهم هنا عند أصحاب المذاهب وليكن للبرهان بينهم قانون متفق عليه يعترف كلهم به فإنهم إذا لم يتفقوا في الميزان لم يمكنهم رفع الخلاف بالوزن يعني لابد عند مناقشة إن صح التعبير ودخل الإنسان في نقاش بشيء معين لابد أن يكون هناك ميزان قاعدة يتم انتفاق أن ننطلق منها أو ينطلق المناقش منها المناقشة منها وهكذا أيضا يقول فإن المطلعة على السرائر هو الله لا نحكم على نوايا البشر فإن المطلعة على السرائر هو الله فلا تدخل بين العباد وبين الله عز وجل الله 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 فإن المطلعة على السرائر هو الله تعالى فلا تدخل بين العباد وبين الله عز وجل وأما الوصية وهذه من أعظم ما كتب في هذا الكتاب وأما الوصية فأنت كف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائدين لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها والمناقضة تجويزهم الكذب على رسول الله بعذر أو غير عذر هذا هو المعيار فقط ويكمل رحمه الله في الكلام ويقول هنا حكمة عظيمة ولو سكت من لا يدري لقل الخلاف بين الخلق ولو سكت من لا يدري لقل الخلاف بين الخلق هذا ما استطعت أن أخرجه وأعود فأقول خلاصة هذا الكتاب إن أردت أن اختصره في جملة واحدة دعي الخلق للخالق ورحمة الله واسعة هذا ضوء كتاب لفيصل التفرق بين الإسلام والزندق سأضع رابط الكتاب في وصف القناة بإذن الله شكرا لكم والسلام عليكم